على إتر دخول الأزمة الروسية الأوكرانية الشهر الخامس قال مسؤول عسكري إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها معدى إعلان موسكو بأن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية فيما نفى الكريملين ما يتم تداوله حول سقوط صواريخ وقضائف روسية على عدة مدن أوكرانية من جهة أخرى يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا في وقت تتهم موسكو باستخدام محطة زاباروجيا للطاقة النووية لنشر قادفات وإطلاق صواريخ على المناطق المحيطة بالمنشأة في جنوب أوكرانيا وسيتعين على وزراء الاتحاد الأوروبي النظر في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحضر مشتريات الذهب من روسيا ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي وفرضت دول غربية عقوبات صارمة على روسيا واتهمتها بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وهو ما تم فيه موسكو ولم يصطر عن دول أخرى من مجموعة العشرين منها الصين والهند وجنوب أفريقيا موقف معلن من هذا الصراع ترجمة نانسي قنقر